موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور خليفة محمود عبد الله وأستاذ أمرض البطنة وحدة السكر ودهنيات الدم كلية الطب بجمعة اسكندرية في بقى اللي بيأخدوا إنسولين وطبعاً دي أصعبهم شوية إلى حد ما لكن اللي بيأخد إنسولين ده فيه عدة نظم للعلاج في السكر بالإنسولين بالمناسبة أحدهما إن الإنسان بيأخد أقراص بينشط تنكرياسو على آخر وبيأخد جرعة واحدة من إنسولين يسمونه ممتد المفعول الموجودين في مصر برضو الغالبية العظمى بيستعملوا حكتين يا لانتوس يا ليفيمير يا الاتنين الجودات حاجة اسمها توجيه حاجة اسمها ترسيبه كل دي إنسولينات لما تأخذ الحقنا تتوزع على اليوم بحاله الهدف منها زبط السكر الصايم أساسا عشان يريح بنكرياسك طول فترة الليل فلما تأخذ أقراص يقدر يكمل معك بقية اليوم لو أنت بتأخذ أي جرعة منهم وسكرك منضبط انضباط تام برضو انضباط تام يعني سكرك من 80% صايم في الأيام العادية قبل رمضان يفضل أنك تقلل جرعة الإنسولين ده اللي هو طويل المفعول اللي يزبط السكر الصايم 20% يعني لو أخذ 30% وحدة من أي واحد منهم تشيل منهم 6% تبتدي بـ 24% بعض المدارس وبعض الأراء بتقول لا خذ جرعتك زي ما أنت فإحنا اتفقنا ما فيش دراسات مقننة تقدر تؤدينا خط واحد كلنا نتفق عليه فهي جاية بالخبرة فخليني أقولك أنا ليه بقولك قلل كده لو أنت سكرك من 80% من 80% لمئة لمئة وبأخذ 30% وحدة في الأيام العادية وسكري صايم كده طب ما أنا لو صحت سكري 80% أو 90% الصبح وبدأت أتحرك وأمشي أثناء اليوم وبعمل بحركة قد ينخفض فماذا يجرى لو أنا قللت 20% من الجرعة ليلة رمضان وأنا هتابع رمضان أول ويوم وتاني يوم ونصايم ليلة سكري من ضبط هسيب الجرعة اللي أنا قللتها ليلة تبتدي على تاني هقولك إزاي تعدل جرعتك دلوقتي إحنا المستهدف في رمضان أثناء الصيام من 90% ل130% السكر عشان تقول أنا كويس أثناء رمضان من 90% ل130% فنفترض أنها قللت الجرعة بتاعتك ورحت محلل ليه تسكرك فوق 130% تزود وحدتين يبقى هاخد كام لو أنا هفطردت مثلا كنت باخد 30% فشلت 20% يعني 6% فبيت باخد 24% هخدي يوم 26% هحلل تاني صايم تاني يوم وأنا واخد 26% ليه تفوق 130% هرجع وحدتين تاني فممكن كل يوم أرجع الوحدتين ولقي نفسي في الآخر عملت ايه وصلت للتلاتين بتوعلي كنت باخدهم قبل كده بس خدتها على الأحوط على الجانب الأحوط لأنك لما تقللها مش هيعلى قوي هو هيعلى قضي يعلى شوية وقد ينضبط فقلل 20% لكن لو أنا من قبل رمضان بقى سكري 130% فما فوق صايم فطبعا ما تقللش الجرعة لأن الأصل فيها أن أنت كنت تزودها أصلا قبل رمضان عشان تزود السكرة وصلت لأنه هي النقطة المهمة في الإنسولين طويل المفعول موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى